حدثنا محمد بن بكر البورساني قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرنا أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعدي بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليومين لا ريب فيه نادم ناد من كان أشرك في عمل عمله لله تبارك وتعالى أحدا فليطلب ثوابه من عندي غير الله عز وجل فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك